اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بجهة الساحل بولاية سوسة تروحت كميات من مليمتر واحد إلى ثمانية مليمترات وأمطار أيضا محلية بمناطق الجنوب الشرقي وصلت إلى حدود مليمتر واحد بمدنين ومليمتر أيضا بنسبة لتطوين سجنة أيضا تساقط البرد بأماكن محدودة وظهر الجوية أيضا الجديرة بالذكر هو تساقط الثلوج بالمرتفعة الغربية للبلاد ثلوجة لإبلاغ سمكة بحساب السنتيمتر 25 ببرغو وبمكثر من ولاية سليانة 5 سنتيمترات بالنسبة لتالة من ولاية القاسرين وأعلى سمك الثلوج سجلناه بقلعة سنان من ولاية الكاف وصلت إلى حدود 30 سنتيمتر بالنسبة لليوم درجات الحرارة توصلت منخفضة مع تواصل تمركز الطائرات الهوائية الباردة نسبيا على بلادنا تقريبا حرارة صغيرة تروحت من بين درجتين تحت السفر إلى أربع درجات بالمناطق الغربية كانت أدفأ نسبيا ببقية الجهات وتروحت من بين 5 إلى 9 درجات والقصوة هذا اليوم كانت من بين 9 إلى 15 درجة بالمناطق الساحلية وبالجنوب بتونس العاصمة سجلنا 12 درجة وكانت أقل نسبيا ببقية المناطق تقريبا تروحت من بين 4 إلى 8 درجات كما نتابعه من خلال تسلسل السوال القمر الاصطناعي أهم ميزة الأجواء ظهور بعض السحب بأغلب المناطق والي كانت كثيفة بالشمال وبالوسط مرفوقة بأمتار مع تساقطة البرد بأماكن محدودة بالنسبة لمناطق الشمال نجم تابعه مع بعضنا المحرك الاساسي لهبوب الطائرات الهوائية القوية وهو المخفض الجوي المتمركز تقريبا على إيطاليا وساهم في هبوب طائرات هوائية قوية بأغلب المناطق كانت مثيرة لرمال والأتربة بمناطق أقصى الجنوب وبالنسبة لليلة يتواصل وضع الجوي ملائم لنزول أمتار بالشمال وبالمناطق الساحلية للبلاد تقريبا يتواصل وضع الجوي ملائم أيضا لتساقط أثولوس بالمرتفعات الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالنسبة لولايات الشمال بالنسبة لليلة فليل درجات الحرارة تكون مبين 4 إلى 8 درجات بأغلب المناطق باستثناء المرتفعات تقريبا لا تتعدى درجتان بالنسبة اليوم الغد ان شاء الله يتواصل وضع الجوي ملائم لنزول أمتار بالشمال وبجية الساحل ممكن بعض مناطق السواحل الجنوب الشرق ينتابع مع بعضنا درجات الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد واللي بيستعرف ارتفاع نسبي مقارنة بهذا اليوم تقريبا قصوى في حدود 13 درجة بتونس العاصمة جيئة الوطن القبلي وزغوان بأقصى الشمال 12 درجة 12 أيضا بنسبة لباجة 13 بجندوبة ارتفاع نسبي أيضا في درجة الحرارة بنسبة للكيف وسليانة تصل القصوى إلى حدود 11 درجة بمناطق الوسط بالقيروان في حدود 15 درجة 14 بيسوسة وبالمنستير 15 درجة بالمهدية بسيدي بوزيد نتوقع 14 درجة وحرارة في حدود 11 درجة بالنسبة لولايات القصرين بمناطق الجنوب حرارة قصوى تصل إلى حدود 15 بيسفيقس وبكبس 16 بمدنين 14 بتطوين 15 برمادة وبأقصى الجنوب بمناطق الجنوب الغربي في حدود 16 درجة بيكبلي وبتوزر وبقفصة 14 درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري ريحت تكون شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية بعد دور سرعتها من 10 إلى 15 عقدة البحر يكون متموج بالنسبة لسواحلنا الشرقية خليج الحمامات وجية الساحل ريحت تكون شمالية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية بعد دور سرعتها من 20 إلى 25 عقدة وتتقلص فعيلتها بعد دور لتكون من 10 إلى 15 عقدة البحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاثتراب بعد دور بالنسبة لمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريحت تكون غربية إلى جنوبية غربية سرعتها من 20 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب كالعادة ناخد فكرة حول الوضع الجوي ببعض العواصم العربية والأوروبية بين وقصة سحب عبر 34 درجة 18 بالدر البيضاء 19 بالريبات 16 درجة بالجزائر وبترابلوس بالقهرة 17 درجة سماء صافيا بالمدينة منورة 29 وبمكة المكرمة تقريبا حرار قصوة في حدود 33 درجة توقعاتنا الجوية لبقية العواصم العربية 24 درجة بالدوحة 28 بأبوذبي 12 درجة بدمشق 24 بالكويت 12 بعملان ببيروت تقس كثيفة سحب مع أمتار 17 درجة 20 ببغداد 12 درجة بالقدس الشريف بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لبعض العواصم الأوروبية بإسطنبول تقس بارد 10 درجات تحت سفر بموسكو درجة تحت سفر بفيانا 7 درجات بياثينة مع أمتار 8 برومة سفر بأمستردام درجتان تحت سفر ببرلين وكوبنهاجن درجة واحدة بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لبقية عواصم أوروبا الغربية بلندن 4 درجات تقس بارد أيضا ببريس درجتان 3 بجناف مع أمتار 5 درجات تحت سفر بستوكولم درجتان ببروكسيل 9 بمارسيليا مع تواصل تهاتو الأمتار 12 بمدريد وبلا شبونا بعض الصحاب العابرة تقريبا حرار قصوى في حدود 16 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة ليوم الثلاثاء تتواصل طائرات الهوائية شمالية غربية بأغلب مناطق البلاد تبقى قوية قرب سوحل ضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد البحر يكون شديد الافتراب فتدريجيا مطلب ودرجة الحرارة تقريبا القصوى تكون من بين 10 إلى 19 درجة بالمرتفعات الغربية تتواصل باستعرف عفوا ارتفاع نسبي تقريبا في حدود العشر درجات يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار بالشمال وبالمناطق السحلية الشرقية للبلاد بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال يوم الأربعاء كما نلاحظوا بس تتنقل طائرة الهوائية لتكون مع قطاع الجنوبي بأغلب مناطق البلاد تكون قوية نسبيا قرب سواحل ضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد عامل هبوب الريح من القطاع الجنوبي سيساهم في ارتفاع نسبي لدرجات الحرارة ويتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار بالشمال وبالمناطق السحلية الشرقية بالنسبة لأوقات الشروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله في الساعة السابعة والتلاثين دقيقة وغروبها في تمام الساعة الخامسة والتلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات والأكثر معطيات عنونا حيث كالعادة المهد الوطني لرز الجوي تنجم تزوروا موقع الويب تبعثوا إرسالات قصيرة ترجمة نانسي قنقر